في مسعى لجمع الفرقاء بما يتناسب مع رغبة قوى إقليمية ودولية عقد مؤتمر بغداد إثنان في العاصمة الأردنية عمان بمشاركة فرنسية إلى جانب دول ومنظمات عربية وإقليمية حيث تبحث الأطراف المشاركة عن حل أزماتها وتسيير القمة وفق مصالحها في محاولة صعبة لجمع المتناقضات على طاولة واحدة القمة التي شهدت حضور مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل ومنسق الاتحاد الأوروبي لهذه المحادثات إنريكي مورا ومسؤولين عرب حملت هدفا معلنا هو جمع جيران العراق وشركائه حول طاولة المفاوضات كما تقول الرئاسة الفرنسية لكن الرهانة الفرنسي يبقى محفوفا بالمخاطر في منطقة غير مستقرة أصلا فإيران تشهد قمعا غير مسبوق لتظاهرات شعبية فيما اتفقت الأحزاب في العراق على تسوية هشة بعد أزمة سياسية استمرت لعام كامل أما سوريا فلا تزال ساحة مواجهات بين المعارضة والنظام فيما يغرق لبنان في شلل سياسي واقتصادي على وقع فراغ رئاسي إيران التي مثلها في القمة وزير خارجيتها أمير عبداللهيان تسعى لاستثمارها بما يخدم رؤيتها للمنطقة فهي بحسب مراقبين لا تريد التنازل عن أي مكتسبات وتفاوض من منطلق ما هو لي فهو لي في دول الشرق الأوسط ومن جهة أخرى فإن القمة الإقليمية قد تشكل فرصة لتحريك المباحثات بشأن إحياء الاتفاق النووي المتعثر منذ أشهر أما في العراق فإن الإطار التنسيقي الموالي لإيران والذي كان يعد المؤتمر الأول بمثابة عمالة وتطبيع يدافع اليوم بشدة عن حضور رئيس الحكومة الحالي محمد السوداني سعيا للحصول على دعم دولي خصوصا مع الأطراف الحاضرة بعد اتهام حكومته بسيطرة الميليشيات على مفاصل الدولة والتخاذل في التصدي للاعتداءات الإيرانية على شمالي العراق فيما تشير مصادر مطلعة بأن هناك رغبة دولية بالتهديئة في العراق والمنطقة للحفاظ على استقرار إمدادات النفط الدولية